كشف التقارير اعلامية اماراتية السبت نقل عن مصادر مقربة من قائد المنتخب الجزائري ماجيد بوغرا ان هذا الاخير توصل الى اتفاق شبه النهائي يقضي بانتقاله الى نادي الفجيرة الصعيد الجديد الى الدور المنتز الاماراتي وكان نادي امارة الفجيرة ربط قبل اسبوعين اتصالاته مع الدول الجزائري بغية تدعيم محور دفاعه وهو ما لم ينفيه اللاعب في تصريحات سابقة لجريدة الامارات اليوم واقترح النادي الامارات عقدا بثلاثة مواسم على الدول الجزائري دون الكشف عن الاجرات السنوية التي سيتقاضها ترجمة نانسي قنقر